داخل قاعدة جوية أمريكية في ألمانيا تجتمع مجموعة رامشتاين التي تضم نحو خمسين دولة تزود أوكرانيا بالأسلحة في خضم الاجتماع يطالب الرئيس الأوكراني بولودمير زيلنسكي بمزيد من الأسلحة لصد القوات الروسية خصوصا في منطقة دونيتسك شرقية البلاد أوكرانيا اليوم تسيطر على أكثر من 1300 كم مربع في منطقة كورسك الروسية يجب على حلفائنا تجاهل الخطوط الحمر التي رسمها بوتين نحن بحاجة إلى مزيد من الأسلحة لتردي روسيا من الأراضي الأوكرانية وإلى أسطول من أنظمة الدفاع الجوي وطائرات F-16 المقاتلة لشن ضربات على الأراضي الروسية وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين شدد على أهمية حجد مزيد من الدعم لأوكرانيا بسبب التطورات الميدانية الحالية معلنا في الوقت نفسه عن تقديم بلاده حزمة مساعدات جديدة سنعمل على زيادة القدرات القتالية لتلبية المتطلبات المتطورة لأوكرانيا وسنقدمها بسرعة الحرب الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوافق على حزمة مساعدات أمنية إضافية بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا بريطانيا أعلنت كذلك أنها ستزود أوكرانيا ب 650 صاروخاً لتعزيز دفاعها الجوية في إطار عقد بقيمة تناهز 213 مليون دولار في سياق متصل دع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانسي ستولتنبيرغ الصين إلى ما وصفه بوقف دعم الحرب الروسية في أوكرانيا وقال إن مساعدة بكين عامل مهم في استمرار الحرب محذراً في الوقت نفسه المسؤولين الصينيين من تأثيرات سلبية على مصالح بلادهم وصمعتها إن استمرت في تأجيج النزاع يركز حلفاء أوكرانيا إذن على ضرورة بدل أقصى الجهود لدعم عملياتها العسكرية في خضم التوقيت الحالي الذي يشهد هجوماً أوكرانياً داخل مقاطعة كورسك الروسية هو الأول من نوعه منذ بدء الحرب هجوماً لم يسفر عن صرف سعي موسكو للاستيلاء على مدينة بوكروفسك الأوكرانية التي توفر خطوط سيكك حديد وإمدادات مهمة للجيش الأوكراني وتصل مدن شرق أوكرانيا بوسطها ويمكن لخسارتها أن تعرض مدناً أوكرانية إضافية للخطار على الصعيد الميداني أيضاً أعلنت كتيبة أوكرانية استعادة السيطرة على جزء من مدينة نيويورك في منطقة دونياتسك وذلك عقب أسبوعين من سيطرة القوات الروسية عليها مقابل ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على قرية جديدة في مقاطعة دونياتسك التي تشكل إلى جانب مقاطعة لوغانسك إقليم دونباس إقليم أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أولوية السيطرة عليه بشكل كامل اشتركوا في القناة